السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم. لا بس معكم شاف والد. اليوم إن شاء الله جدتكم بهذه الوصفات العصيدة. كان يقولها عصيدة. إحنا زمان ماني ربي يرحمها. كان زماغي كي يبرد الحال. تشته هذيك القاوية. وصبح مع البرد. وستة ونصفة عصباح. قبل ما يروحوا الناس بالخدمة. جنيرا منظر هنا بالجمعة عصباح. هذي شغل مشهورة هذي الأكلة. بالجمعة عصباح. الناس كامل تكون في الدار. يكونوا كاملت على الدار. يكونوا في الدار شغل ما يخدموش. يط تطيبها صباحة ستة ونصف. قبل سبعة وماكسيما مجيوا يأكلوها. وشافين كيف عاش. شغل تقويكم. تخليلكم جسم متاعكم مليح. تحسو بالشباة. نهار كومبلي. تانيك. موفيدة بزاف هذي العصيدة. ايضا. تبعوا معي الطريقة تالي. وليجام يديرها. يديرها. وعينيهم غمضين. على بالي حتنجح لكم من أول تجربة. بزاف بنينة. خطرق مين داك 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 دا حصلت لها ليتلاتة الماء. الليتر دا اللية الماء. هكذا. واحد الليتر دا الماء. نحن نفيا نرمال. مع مغرفة صغيرة الملح. وربعة مغرفة العزيدة. نحطوهم فوق النار يصخنوني. لن يجبب أن يغليو. لم تجعلوه المحتيبلي بالنسبة لن يتبرك. ليس تبرك. لا يتبركش. وليس كذلك. في حالة مغرفة الماء. أذن تسميت التاعي. نغذر قطع. هنا في واحد الليتر دا. الماء. يجب أن تأخذ النصف سماد ومن الماء يجب أن تجعل السماد فأنا استعمل السماد في تصوصي كما تلاحظون نتيجة هيئة دائماً أريد أن نقوم بإستخدام أن تكونوا في الوصفة كيف تجعل الماء؟ السماد يجب أن تصفي لا يجب أن تقوم بها وكيف تخشى أو لا يجب أن يجب أن تجعل السماد سماد تجعله وهو كالموين وكيف تنقر بصيار وكيف تنقر بصيار سماد على أحبان المهم هنا يجب أن تدخل مع دفعة واحدة كما اجتماعي حركتها جيداً وكيف تنقر بصيار كما تنقر بصيار حجم تنقر بصيار وكيف تنقر بصيار الماء والمالح والزيت والسماد لا يجب أن تستحق يعمل هذه الماء في الدار وكيف تنقر بصيار تحركتها وكيف تنقر بصيار نحركه ممتاز تنقر بصيار تنقر بصيار يجب أن تنقر بصيار تنقر بصيار نضعها في النار ونبدأ نحرك نحرك لن تغفل عليها كل جهاز قائق حركوها لمدة نصف ساعة تبعوني مليح كدرتها فوق النار نحسب نصف ساعة نصف ساعة ونحرك فيها لن تجيني مليحة ادعيك عليك شغل المليح يطول وصاح جبنينه من جهة اخرى حكمت كاس تاع الماء واندي غرب لعقل كنشوفها نشفت لي مليح راني يزيد في الماء غرب لعقل كاس ما يكفي كاس ما تزيد وكاس يجي سوزوه كما كنت لاحظو معي نشوفها نشفت لي نزيد لها شوية تعلمة حتى أكملت كاسة كمبلة ونصف ساعة جوزت بها الوقت وتعني كحبو يأكلوها صافين وصبح شوية بكري ودرتان وغير فرحوا بس يحبوها بل بزاف قلت لكم ميندك تجي على غيلة وغير هيلة باش ما ننسوا هشت الأكلة وغير زمان كنواد باش يكتب عليكم وسيفري فيها شوية خدمة من يأكل سهل وغير زمان يأكل سهل ساندويتشات وبيتزا ودور حتى يأكل مستمع لا يأكلوا شوية ومعضوا لا يأكلوا شيء سخونة في ميزان لا يوجد عشرة اضافية لا يوجد اناس لها جميلة كما نشفت كل مكان كنت تنشفت لي وضعها كش تغاجين تعطين إيها عندكم باش تقعد لكم محافظة على الحرارة ديالها بعدها هي اللازمة هنا سي تخدموا بيتكم اللبسوا كش لاجون ولو ولا تحبوا غير بيتكم فقط بان زمن كان يدو غاب يديهم كانوا شكزيستي ايه لاجون من الاحسن كتلبسوا لاجون تقعد لكم الحالة نقية كذا تقدر توفت طاجين تعطين باش تقعد لهم محافظة على الحرارة ديالو تحبوا تتمخوها في الزيت كمانا كنت تطلقون بنيتتي كما كانت تقعد للمشاة الاسم و تبوزة اليها يدو باب هذه النتيجة و تقدرها كما تقعدوا و تتقبوها في الزيت كما تقدر الزبدة لداخل الزبدة يجب أن تكون حرية ليس مارغارين و حفظة أخرى السمن أو لا في الياكوتي تقدر السكر ونبع أنا ماني ربي رحمة كنت أكل سكر في الياكوتي لأكلها بالسكر ويضع الزبدة. كما كان يحب لديه السكر في الأكوتي كما في منطقة القبائل يقومون بزيتون. نعم من نشفة الروحية نذكر من الوالدة يقومون بزيتون وكل شخص يحب أقعد لكم. يحبون لأسل من فوق فهي لاحبون لديه السبدة وهاهي مشهورة يقوم بزيادة في الوصف لتدوب لكم. عاودت رجعتها فوق النار طاجين سخون. رجعتها فوق النار بشتلي سخانة و تدوب لها ذيك الزبدة. زبدة حرة. خلق لها شوية سمن حر ماشي بزعب. مش ميجينيش قاسح في القوة. مش جي أصلية و تراديسيوني مئة بالمئة. في اليقوتي ندرس كوراك داية. و بعد كنت ندوكم لكم طريقة كيف كنا كنا كون فيها. طريقة جد بسيطة. تحبوا لديو شوية عصي الحر. انا زيت شوية عصي الحر في الوصف. احتمد لكم تانيك دوق مميز. هيا قولوا ليش كون ما يحبس العصي دا. عم بلي بلي شاهدكم كما في الجنة. راهي في قلبكم. نودوا كي ما راكم دوكة حضروها. تقدوا تحضروها في العشية. ما عليش. مش لازم. بركي تاكلوهم. تحوش ترقدو ديركتو. دوروا شوية. بسوح ترقدو. سميد راهو طايب. جعل حبة. ما جيش يريح راح تدقيق. جا بزاف شباب. ما من نتيجة. جات. ما شاء الله. فهلا شوفوا تاكلهم ليكوتي. ديلوا شوية زبدة. شوية سكر واكوكليتو بزاف بنينا. استقوني. دي جاك هكذا وزيت جاهدها. نقول لكم جربوها. وقولوا لي في التعليقات. يا تالله.